معانا ام يوسف من اسكندرية. سلام عليكم ازاي حضرتك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ انا عندي ابن تلاتاشر سنة. مم. ومعي ست سنين ومعي سنتين. مم. طي حضرتك ابن كبير لأي تصرفه غلص صحي الاولاد الزغيرين بيقلدون. مم. فانا دلوقتي حضرتك مش قادرة سيطر عليه. وبقاش يتمع كلمة اول. وبقاش يعني ان انا باقوله بيعمل عكس. بتقول ايه? بقول له حضرتك يعني اللي انا اقول له عليه اعمل عكسه. صح كده. انا بحبوش ينزل الشارع كتير وبحب ينزل الشارع كتير. صح هو لازم يعمل كده عشان هو عنده تلاتاشر سنة. وهو اصبح دلوقتي خلاص في في سن في سن مرهق. فتعملي ايه بقى? اقول لك على تلات حاجات تعمليهم. لو كان ده سؤالك اجاوب على حضرتك على طول. هو ده سؤالك تعملي معا ايه? انا اشي حضرتك اشي. اول اول حاجة لازم تعمليها معا ان انت تتخففي من لهجة الاوامر. وتستخدمي معا اه تعبير الاسئلة. مسلا على سبيل المثال. طيب احنا دلوقتي متأخرين في المذاكرة. نعمل ايه دلوقتي? وتسيبيه تكلم. مسلا على سبيل المثال. قالك والله طيب احنا نلعب شوية وبعدين نبقى نزاكر. ماشي? اتفضل لعملك. طبع نلحقه بسؤال تاني. طبع نلعب قديه? ونزاكر امتى? هنلعب ساعة. قولي له طيب ممكن تكتب على الكراسة اه تكتب ورقة قدامك او تحط الساعة قدامك انت هتخلص امتى? وانا مش هاجي اه 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 اراجعك مرة تانية. اول مرة تاني مرة هتلاقيه هو نفسه جاي يقولك خلاص انا خلصت وراح ازاكر. هو نفسه هيبص على الساعة. يبقى اول حاجة انت لازم انت ببساطة خالص تعوديه ان هو عنده قرار. تعوديه ان هو هو حريص على نفسه. لكن اول ما بيتعود ان انت بتتعامل معاه على ان هو ما حصلش ان هو نضج ولا كبر عن الطفل الصغير اللي كنت بقوله كخ 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 كخ. هو خلاص مش هيتغير. ولزلك ايه اللي حاصل? لازم نتعود ان احنا نسمع اولادنا. ادي اول حاجة. الحاجة التانية اللي انت لازم تعمليها ببساطة خالص. ان انت دايما ما تعودوش ان هو شخص في المرحلة اللي هو فيها ده. هو قابل للشر والوحاشة. هو مش عشان هو بقى عنده ترتاشر سنة وبدأ في سن مراقة. يبقى هو جاهز انه هو يبقى منحرف. طب ما انا وهم معلمونا زمان. قالوا ان البلاء موكلهم بالمنطقي. اذا تعملت معاه على ان هو قابل للانحرافة ينحرف. لكن لما تيجي تقولي له انا عجبني فيه كذا. يبقى تاني حاجة امدحي فيه الحاجات الحلوة اللي هو بيعملها. طبعا انت معند جيش صبر لان انت عايزها بسرعة يبقى انسان ناضج وانسان يبقى بتاع ربنا وانسان بيسمع الكلام وانسان ما يلعبش مع الاولاد الوحشين. كل ده انت عايزها بسرعة. لازم نمشي في الطريق التربية. حاجة التالتة والمهمة بشان تسمعت ان انا لسه بقول ان رسول الله سلام بيقول ولم اقول له اللي شي انفعلت ولم يقول ليه اللي شي انفعلت ولي ما فعلت ولي شي انتركت ولي ما تركت. عشان نتعلم احنا ازاي نربي اولادنا. حاجة التالتة ادعيله في كل سجدة من سجدات صلاتك. التالت حاجات دي لازم تعمليها تخفف من اوامر وباستبديديها بالاسئلة. تاني حاجة امدحي الحاجات الكويسة اللي فيه. تالت حاجة ادعيله في كل سجدة من سجدات صلاتك. احضر